الجهزة دي كلها ما ما زقتش الهزيمة وما زقتش الفشل من يوم ستة اكتوبر تلاتة وسبعين لحد يوم سبعة اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين كانت حتى يعني الناس هم بيحتفلوا بانتصارات اكتوبر ستة اكتوبر كان طالع المتحدث من الجيش الاسرائيلي بالناطق باللغة العربية افخاية درعي وكان ما ليه يقول لي ان احنا انتم ما انتصرتوش ان انتم ما عملتوش وعايز ينس يعني عشان نوضح حاجة بس للمشاهد اه هو استاذ ذاكي يقصد انه الاجهزة دي اه التلاتة اتهزموا مع بعض يوم سبعة اكتوبر الفين تلاتة وعشرين لكن يعني السنوات الماضية كان فيه فشل لكل جهاز على حدة اه خلال معارك بقى العرب مع العدل الاسرائيلي في في معارك كتير بقى من بعد تلاتة وسبعين من وقت حرب لبنان وكذلك يعني اه بالزبط فاحنا زي ما بنقول كده ان كان اه السيد ديفيد رئيس المساعدة او السيد هارور رئيس امان او اه رونين رئيس الشباك التلاتة دول اه واحنا نذكر الناس باسماءهم هم دول اللي مفروض يقدموا للمحاكمة عقب انتهاء اه حرب غزة باعتبارهم ان هم المسؤولين الرئيسين عايزين نقول للناس بس هي الفكرة يوم سبعة اكتوبر مش ان طيارات تخرج ولا ان ناس تدخل من البر واللي بتاع ان يعمل في البحث هي فكرة التجهيز للقصة دي التجهيز للقصة دي هو اللي بيقع تحت عاطر اجهزة الاستخبارات يعني ان الاجهزة الاستخبارات دي تتفاجي بهذا الاهم معناها ان هي مش يوم سبعة اكتوبر ما كانتش موجودة ولا كانت نايمة معناها ان قبل سبعة اكتوبر في الشهور الماضية ان المعدات دي لما تم تجهيزة او التصنيع الزاتي للقصام واحد واتنين وتلاتة وعيش متين وخمسين وارمية وستين وكلها نوع الاسلاح اللي احنا بنسمعها دي كان بيدل على ان الفشل مستمر خلال الشهور اللي فاتت عشان يصل لاعداب هذه الكتلة من الصواريخ والكتلة من المراكب اللي تم مقاومة خدتها عشان تروح تدخل مستوطنات غلاب غزة اشكول واشكولون وشعر غنيو هي الفكرة دي ان 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 انت مش يوم سبعة اكتوبر هو زي ما نقول ختم النصف لفشلهم لكنه ان يعني فكرة ختام الفشل مستمر المدة زمنيه اكبر لانه المالية تم الاعداد لها لاكتر من سنة او سنة ونص فانت في خلال سنة ونصف انت يوميا بتروح شغلك اجهزتك بتعمل ايه فهو ده الفشل الفيض. ده وده كمان حتى ارتباطا بكل تصرحتهم اللي صدروا عنهم هم اه اجهزة الاستخبارات العسكرية ولا الموساد ولا الامن العامل والشباك. كلهم في نيرب طايمز ولا شهودة بيريس وكلهم في التصرحة دي بيقولوا ان هم فشلوا وان هم مسؤولين عن الفشل طبعا ايز اقول لحضرتك كمان نتنياهو رئيس الحكومة خرج وكتب عليهم قالوا ان هم اللي مسؤولين عن الفشل. ولما لقى الضغط من اجهزة او زير الدفاع غلنت عليه. حزف التويتا دي وقال لك خلاص ان احنا نجاوب على الاسيلة الصعبة دي بعد ما تنتهي حرب غز عشان كده. هم من مصلحتهم اللجوء لفكرة العمليات النوعية. يعني ايه عمليات نوعية? يعني لابد ان يبحثوا عن الاجراء الخونة لاستغلالهم واستهداف العقيدة الفلسطينية وضرب عزيمة الفلسطينيين. نكرر مرة تانية. هم بيبحثوا عن اجراء خونة. وهذا اللفظ الاجير الخائن ده. اطلقوا احد رأساء الاستغبارات العسكرية قبل كده على احد العملاء اللي كانوا بتعاملوا معهم بيقولك ان هذا الاجير الخائن. فهو برضو بيبحث عن الاجير الخائن اللي ممكن يفك عزيمة الفلسطينيين ويحاول يستهدفهم عبر اه خطوات طبعا محددة. فبالتالي الحرب هنا بقى هي حرب عقول مش حرب قوة. يعني حرب الاستغبارات دايما هي حرب العقل مش حرب القوة. دايما بيقولك كده في علم الاستغبارات ان الاستغبارات اللي ملهاش حد على الارض هم بيدخلوا حرب عامية. الاستغبارات اللي ملهاش عملاء على الارض يعني الجيش الاحتلال الاسرائيلي لما بيدخلوا يعمل عملات دي. لو هم عندوش آآ عقول لديها عملاء على الارض اللي هو العملاء الارضيين دول. هم بيدخلوا في حرب عامية. حرب عامية يعني مش شايفين الحاجات اللي تحت دي. فهو هنا. قدرتك اقصد انه في اللحزة دي مع الفشل الكبير في اجهزة المخابرات واجهزة المعلومات داخل اسرائيل. هم بيحاولوا آآ يدوروا على اي طوق نجا ليهم من. علشان ما يتحكموش. فبيدوروا على عملاء ومجندين آآ داخل قطاع غزة او في الضفة الغربية. علشان يقدروا يجمعوا معلومات.